لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك اقول اخواني الكرام ان السقوط ان الذين يبحثون عن اسقاط النظام استهدفوا مباشرة المؤسسة العسكرية لانهم يدركون ان السيستام الروح تاعف المؤسسة العسكرية لذلك كانت بهذه الطريقة لم تنجح عملية تسعينات لما حملوا السلاح ضد المؤسسة العسكرية لم يفلحوا محاولة استغلال المواطنين والمتظاهرين في الشوارع ضد المؤسسة العسكرية لم يفلحوا ولن يفلحوا بأي اسلوب هناك اسلوب واحد وهو المظال عبر التغنغل في مؤسسات الدولة وصناعة محاولة صناعة جيل آخر في المؤسسة العسكرية وهذا يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى أن يكون هناك قوة سياسية فاعلة ومؤثرة في الشارع مجتمع مدني مؤثر وفاعل وأيضا رئاسة ومؤسسات تتواجد فيها شخصيات مؤثرة وفاعلة وهذا يحتاج إلى وقت ولا يمكن أن يحدث بين عشية مضوحات لذلك إخواني الكرام الذي حدث على مدار هذا العام أنه لم يكن هناك مشروع لاستعادة ثقة المواطنين وثقة الشعب الجزائري بل هناك انطلق مشروع تفكيك تركة القايد صالح التي كنا نعتقد أنها تركة المؤسسة العسكرية ولكن الذي حدث أن المؤسسة العسكرية بمجرد وفاة القايد صالح أن المؤسسة العسكرية الذين استلموا المؤسسة العسكرية مباشرة وجهوها في اتجاه آخر ولذلك دائما نقول أن المؤسسة العسكرية في الجزائر دائما تخضع إلى أمزجة وأهواء القادة في مواقفها بما يخص المشهد السياسي ولا يمكن أنها تكون عندها سياسة استراتيجية معينة مرسومة القايد الذي يأتي يكمل طريق قال هذا القايد وضع لبنات يأتي لأخر يزيد يضع لبنات وتستمر الأمر المؤسسة العسكرية ليس الجزائرية لا تفكر هكذا مباشرة كل واحد يجي يقفز من المكان الذي كان يوضع فيه القايد السابق اللبنات إلى مكان آخر يضع فيه لبنات جديدة هذا في أقل الأحوال أو يدمر أو يحطم ويهدم اللبنات التي وضعها سابقه ويضع لبناته ولذلك عانت المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية دفعت الثمن في التسعينات يا جماعة راهي أكثر من خمسين ألف جريح وقتيل وكثير وكثير دفعت الثمن غالي شوفوا المشطوبين من الجيش كيف يعانون كيف ناس كانوا كافحوا الإرهاب وساهموا بمجرد أسباب معينة بينهم الذين تم شطبهم بأسباب نفسية هم أصلا مما عانوه في مجال مكافحة الإرهاب شطبوهم بسبب حالة نفسية وفي ذلك الوقت المشطوب بسبب هذا السبب ليس له حقوق إذن عندما يأتي الآن المشطوبين في المؤسسة العسكرية الذين لعبوا دور فعال في مرحلة أساسية وحاسمة من عمر الجزائر في التسعينات الآن يتظاهروا ووصلوا حتى العمليات ضربهم من طرف الشرطة أعتقد بأن الأمر غير جيد للمؤسسة العسكرية ما يجب أن المؤسسة العسكرية تلهث من أجل حماية خالد نزار وفي الوقت تستغني عن ضباط وصف ضباط وجنود الذين قدموا خدمة كبيرة للجيش والجزائر في مرحلة لو لم يكونوا بعض الله تعالى لسيطرت الجيا وجماعات الإرهابية على الدولة وحولت الجزائر إلى جزائرستان وتصوملت وتسورنت الجزائر حسب المراحل التي يمر بها العالم إذن إخواني الكرام أنا أقول بأنه على هذا المدار على عام الذي حدث هو التفكي ما قدمه القايد صالح آمر آخر أنه استغلوا كما قلت الكورونا لأن الشعب المشكلة التي حدثت أن القايد صالح رحمة الله عليه لديه إيجابيات ولكن لديه بعض الأخطاء أنه لم يتماهى مع الشارع الجزائري من خلال بعض الأشخاص لم يتماهى لذلك هو وضع الناس كل في سلة وحدة الناس هو عنده معطيات عن الناس التي حرضوا عليه من وجهات الحراك وللأسف أن الذين تصدروا المشهد في تلك المرحلة ومجمعة رشاد وجمعة بقايا الفيس وبقايا عنطر زوابري ينظروا إلى القايد صالح كأنه عدو تقليدي وعدو تاريخي وعدو كلاسيكي يسميه كما تريد لذلك لا يمكن أن يتماشوا معه ونجحوا في تحريض الشارع لوقفين الآن في الصفوف الأمامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نجحوا في تحريض الشارع رد القايد صالح القايد صالح نظر إلى واجهات الحراك بمنظار واحد من خلال المعطيات التي تقدم ولذلك أن المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت أخطأت لو كسبت بعض واجهات الحراك الشعبي وحاولت أن تكسب الشارع من خلال التماهي مع هذه الوجهات لكان أفضل بكثير لذلك تركة القايد صالح كانت عبارة عن قرارات جاءت في إطار سياسة مؤسسة كان يقودها بمجرد مراحلة هذه المؤسسة راحت تفكك هذه التركة وتفكك حتى المنظومة التي كانت مقربة من القايد صالح أما على المستوى السياسي فلا يعني لهم شيء لأنه تبون لم يكن لديه ثقل وقلت لكم تبون ضعيف ضعيف أولا أنه كان الغيطان تاعوا أنه لما جاء لم يكن مرشح الجيش وهذه الحقيقة كانت معلومات أنذاك بأنه الجيش كان سيدعم مرشح آخر يظهر في الدقائق الأخيرة ولم يظهر لا أدري السبب هذا الموضوع له علامات استفهام كثيرة حاولت نبحث فيه ولكن لم أتوفر لديه معطايا أنه لم يكن هناك مرشح للقايد صالح ولا مرشح للمؤسسة العسكرية حتى تبون ما قيل أنه مرشح المؤسسة العسكرية كلام فارغ وجيبوا صورته وهو مع القايد صالح يشعله في الدخان وكان في ذلك الوقت وزير أو شيء من هذا القبيل كأدليل على أنه مرشح القايد صالح لم يكن بل أنه تبون حاول أن يتواصل مع القايد صالح في فترة الحملة الانتخابية وفترة الترشحات ولم يفلح بذلك ولم يلتقي القايد صالح ولم يتكلم معه هذه المعلومة اللي عندي من محيط كان مقرب للقايد صالح إذن وش هي الإشكالية الآن؟ كي جاء ما عندوش طاقم قوي ما عندوش شعبية تبون لما جاء نسبة قليلة اللي يفوتها تاني واللي مشت لسانديق الاقتراع مشت من أجل عيون القايد صالح هذه حقيقة وليس من أجل تبون لأنه حتى تبون لم يقدم أي برنامج ولو تبعنا حملة الانتخابية نتاعه ما لقنا حتى برنامج وعوده كذا وكذا وكان يطلقها بحذر شديد إذ خايف من المؤسسة العسكرية لأنه خايف يطلق شيء لا يغضب المؤسسة العسكرية يدفع الثمن خاصة أنه فيه ملفات وكذا وكذا كان يتوقع في أي لحظة أنهم يجيهوا الشرطة يلحقوه ويحيوا سلا كان هكذا قالوا لأشخاص كانوا مقربين من تبون في فطرة الحملة الانتخابية كان عايش الرعب لذلك لم يكن قوي بالنسبة للمؤسسة العسكرية لم يكن قوي بالنسبة للشعب لما مشهناك مشه بيدون طاقم وجد الرئاسة ملغومة بجماعة أو يحيى وسلال وتفليقة والسعيد وكذا وكذا قالوا حتى الطاقم اللي يجابه معه وشكن اللي يجاب معه جاب بعض الأشخاص رهمية هذا ما يرقص معه أي مطبل ولا يهمهم المهم دخلوا الرئاسة كمستشارين وكذا وكذا المهم يبقى هناك أول حاجة لازم له يغازل الجهات العسكر لأنه وجوده في ذلك المكان يتوقف على تقرير يعمله الأمن أمر آخر أنه ليس وفي البارح بينهم اللي كان يفرح أنه خمس مع ابو تفليقة غدوة لقاروحه مستشار في رئاسة الجمهورية مع تبوب واخرين هكشفت كيفاش خرجوا من المشهد طردوهم وفيهم محمد العقابنة حاولوا البادش في بوست بوليس كان هو مدير الإعلام في الحملة الانتخابي ادخل إلى هذا المكان ما عندوش رجال رجال بلا رجال بلا برنامج بلا خطا سيبقى عاري يخضع إلى كثير من الضغوطات الداخلية والمحيطة واللي جاية من قيادة الأركان ووزارة الدفاع لذلك الرئيس كان ماشي في طريق حتى معليه راكب فيه راكب فوق شريطة وهي ماشي به في الطريق جمعة اللي يمشي فيها ورغم ذلك خططوا إلى إيسقات لأنهم يريدون أن يصنعوا رئيس ما حابين شيء يذكرهم بالقايد صالح بالنسبة لهم تبون جماعة العصابة اللي موجودة في السجون وخارج السجون أنه تبون خانهم أولا ترشح كحر ما ترشح باسم جبهة التحرير الوطني أول ثاني حاجة أنه تماهى مع القايد صالح بل أنه يظنوا ويحسبوه من رجال القايد صالح لذلك حتى لو كان يمشي معهم في الطريق كانوا يخططوا باش يسقطوه لكن حدث الأمر جاء المرض تاعد وشفته كيفاش اتعاملت كانوا ينتقموا منه حتى وشفت كيفاش اظهر أولي أشياء كثيرة تدل على أنه كان مجرد أنهم يضعفوا فيه حتى كيراح للانتخابات أو استفتاء تعديل الدستور شفته كيفاش كان ضعيف جدا 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 والنتائج كانت سلبية كانوا كما يقولوا يطيحوا فيه على راسه لا أدري هل يعلم أو لا يعلم حتى ظهوره تموا تصوير فيديو بعثوه للزاير الوزارة الديفاة قالوا أنهم يفوت انتظر بشيفوت حتى يطولوا منه قالوا يزر بيا ولدي رأي الأمور رأي تمشي ربما يطبقوا عليك المادة الدستورية الدستورية هو في وضع صحي ما يقدرش يركب في طيارة يروح مازال وضعه الصحي سيء حتى إن كان مخرج من مرحلة الخطر ولكن مازال في مرحلة لا تسمح له أن يعود ويمارس مهامه بصفة عادية إذن ضعيف صحي ضعيف شعبي ضعيف من ناحية الأجهزة معاه إذن من صاحب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله